وبرضو انا بعلنها على العلن ان انا قراراتي بخدها من دماغي ما بخدش بقاله او بحد يكلمني او بحد قال لي حاجة انا موجود في الوضع في المكان بتاعي عشان انا اسطحق الوضع ده وخلينا نقوم متفكين ان انت كمان موجود في مكانك وطبعا عارف انت بتعملي ففعل هي حاجة مهمة ان احنا نشتغل والاهم ان يبقى حد مصري هو اللي بيحكم ولكن ان احنا نحقق ده محتاج مننا حاجات كتير محتاج مننا حاجات كتير محتاج على الاقل الحكام نفسهم تبقى راضي على اللي بيحصل الحكام نفسهم تبقى حابة بعض يبقى حابين ادارتهم يبقى حابين مديرهم عشان نعرف يبقى فيه لينك ما بيننا نعرف نتواصل مع بعض ولكن للأسف قالوا دي بتبقى مشكلة كبيرة مش بس عندكم ولكن عندنا برضو تفكير يعني ودلوقتي كمان انا بحاول معاهم بحاول معاهم كويس جدا ان احنا نقرب لبعض ونحاول نقرب تفكيرنا لبعض ونحاول نوصل لحاجة تبقى هما نفسهم بمبسطين منها انا عن نفسي راضي كويس جدا عن طريقتي اللي انا بتعامل بيها معاهم وطريقة اللي انا بحضر بيها ولكن انا بقى برضو في الاول في الاخر بحاول ان انا ارضي اللي حوالي في شغلي عشان نطلع شغل كويس شغل محترم مصر بلد كبيرة وتستحق ان هيبقى عندها حكام بجودة عالية جدا البرتغالي فيتور برير رئيس لاجة الحكام المصرية انا بشكرك شكرا جزيع على هذه المداخلة و هذا اللقاء المطول